قلنا في الدايجنوسيز اهم حاجتين ركزت عليهم قلت لك حاول انك انت تفرق لي هل السنة هذي فيتل ولا السنة هذي نان فيتل يعني هل السنة هذي بلبل كونديشن ولا بريابيكال كونديشن وعرفنا ان السنة الفايتل اكيدا حتكون بلبل باي دكتور هي فيتل هل في سنة فيتل محتاجة عندو ايوان عم السنة اللي فاها انفلاميشن هي اي نعم فيتل ولكن محتاجة عندو ولكن الاسنان الانفائتل كل الكنديشن محتاج عندو بينما الفائتل يفرق لو كان انفلامي قلنا استوريشن لو كان انفلامي اللي هو عندو اني لمبكري السيناريو كل اللي قلتا قلت انه الساكس س يرات والبروجنوسيز يفرق لو كانت انفلامي لبل باي دكتور فريلي وث بكتيريا استيرايل كنال راهو الساكسس ريت من 90 ل 95% بتقول ليش دكتور كيف هي فايتل ويريفرسيبول بلبيتز كيف ما فيهاش بكتيريا نعم دكتور الدراسات تقول ان حوالي 80% من الاسنان اللي فاها رغم انه فاها انفلاميشن حاد مستديم معاش يرجع ولكن فريلي وث بكتيريا والسنة هذه المحبوبة لنا كولنا في علاج العصب لانك مهما اخطأت فيها حيكون الساكسس ريت متاحها عالي جدا تمام وعرفنا ان النكروس الساكسس ريت قولنا نزلي شويه حتى لل 85-80% وعرفنا ان البرئابيكل باثوسيس بانواحها سواء كان ابيكل بريدونتايتس ابيكل أبسس واتفرشن كان راهو الساكسس ريت ينزل حتى لل 75% ولو فليرت مني السنة وحتاجة ري تريت منت راهو محتاجة راهو الساكسس ريت متاحها 65% تبي سكيلد بيرسون سكيلد دكتور باش يقدر يطلع بها جومبينج من الفيلير للساكسس اوكي حلو انجي نبي اهم كريتيريا في التريتمنت بلان دكتور هل كل اسنان الاندو شغلها زي بعضها هل كل سنة اندو شن ما جتني راهو الخدمة والتريتمنت بلان زي التانية ابدا دكتور ما عمره كان هالكلام اول حاجة نبيك تفرق تحط لي two lines تحط لي هل سنة vital او سنة non vital باش نعطيك some points تركز في التريتمنت بلان متاعك ولنفرض ان السنة vital تتوقع ان السنة vital محتاجة افورت وجهد منك اعلى ولا اقل من non vital اكيد اقل لانه ياما بتكون استيرائي لما فيهاش بكتيريا ياما نكروسيس فها بكتيريا ولكن قاعدة inside the canal مطلعتش ولكن السنة البريابيكال كونديشن لو مشتلي وطلعت البكتيريا اكتر راك محتاج افورت اكتر ومحتاج كريتيريا مختلفة تماما على السنة vital واضح الكلام نجو دكتور نبقوا نشوفوا الكريتيريا هادو شن هما ليفرقوا ما بين سنة vital او non vital يعني شن ندير بالظبط لو كان هكي وشن ندير لو كان هكي لو كانت السنة vital دكتور نبقى تركز على بعض الحاجات تفرق فيهم هلبة عنهم vital الحاجات نسموهم كلهم هكي انجينيرا اللي بصفة عامة اول حاجة الاريقاشن يفرق تاني حاجة الفيزيتس تفرق تالت حاجة الانتيبيوتك كووريج يفرق الشيب اوف ذي كنال يفرق الانترا كنال ميديكاشن يفرق الانستيزية يفرق وحنقوله كل حاجة كيف لو كانت vital ولو كانت non vital نبدو اول حاجة بالاريقاشن الاريقاشن حيتناولى الدكتور محمد وحيغطيه تماما انا حناخد انشاله المعلومات اللي تخصني انابس دكتور احنا نعرفوا انه standard irrigation solution اللي هو الصادم hypochloride ونعرفوا انه في many types of irrigation solution زي ADTA solution زي كلوركسيدين زي عدة حاجات لو كانت vital هي اصلا vital معنى irreversible هي اصلا دكتور sterile the canal sterile canal باهي دكتور بما انه هي كانت sterile اصلا هل محتاجة complex irrigation زي لو كانت في non vital اكيد لا دكتور فاول حاجة الاريقاشن يفرق لو كانت vital خود standard solution sodium hypochloride تركيزها 2.5% بينما لو كانت non vital لا يعلى صادم hypochloride حتى تركيزها لن يوصل لـ 5% وهذا standard طبعا اللي موجود باه عندي دكتور irrigation ممكن نديرهم غير الصادم hypochloride ايو نعم عندي عندي ايديتي اي سوليوشن وعندي كلوروكسيدي طبعا خلنا نعرفوا كل حاجة علاش ما نبيش ان نتعمق في موضوع يخص دكتور تاني ولكن باختصار الصوديوم hypochloride solution دكتور هذا حاجة ديسولفنت دوب في البلب وتقتل في المين مايكرو ارغانيزم انا قلت مين مش اولا ركز بح الـ ايديتي اي سوليوشن هو سوليوشن شيل ايجنت كان الصوديوم ينحيلي في الورغانيك هذا ينحيلي في الانورغانيك يحولي في السمير لاير باش يوصل الصوديوم hypochloride ما تحت بيوند السمير لاير ويتغلغل اكتر ويوصل في البكتيريا اللي ماكدرش كان يوصل فيها وكانت متدرقة بالدبري ولا بالسمير لاير هذا وظيفة الـ ايديتي سوليوشن وظيفة الكلوروكسيديين وظيفة الكلوروكسيديين وظيفة واحدة انه هو قادر على بيوند السمير مش قادر صوديم hypochloride على قتلها اشهرها streptococcus vicals وهي نوع من البكتيريا هي المسؤولة على الفيلير فقلنا ان الكلوروكسيديين مسؤولة على بكتيريا معينة قتلها اللي هي streptococcus vicals اللي هي تفيلير في العلاج عادة حلو الكلام هلاني لو كانت سنة محتاج اني ندير هذا كله triple irrigation solution ومش عارف شن لا دكتور standard solution كافي اللي هو صوديم hypochloride بتركيز اقل 2 ونصف المئة بينما لو كانت سنة محتاج triple irrigation solution محتاج concentration عالي والحاجات هذي كلها الconcentration دكتور قلنا ان الصوديم hypochloride التركيز اللي اللي يجيني به 500% 5% بالضبط لو تبي تخففها كانت السنة vital بتخففها تزيد نفس القيمة عليها مية او نفس الكمية مية يتخفف للنص تمام دكتور ما نخدم كل الأسنان سواء vital وانا vital بتركيز 5% حلو عادي دكتور تبي تشتغل هكي عادي لكن هما قالوا لك ان هو مفيش داعي للتركيز العالي هذا لان الصوديم hypochloride نعرفوا انه هو irritant ويديلي في irritation ويديلي في postoperative pain ويديلي في some problems هكي فقال لك خفف تركيزها جوية لانك انت مش محتاج هذا كل بينما لو كانت السنة vital تركيز 5% تركيز 17% تركيز كلوروكسيدين 0.200% عموما فاول فرق في شني في irritation اذا في فرق ما بين vital ونان vital تاني فرق دكتور في visits لو كانت السنة vital حب ذا ويستحسن انك انت تسكرها في single visit علاش لان انت عندك استيرايل كنال عندك كنال نظيفة ما فيهاش اي بكتيريا حب ذا انك ما تخليهاش بالتيف لان التيف بعد 3-4 يام تطيح وتريح لك contaminated فما تضحيش به الميزة اللي كانت عندك وصكرها في نفس الجلسة بينما لو كانت السنة non vital لا انت عندك بكتيريا وعندك بكتيريا وعندك عدة مشاكل فكل ما تدير عدد جلسات اكتر وتنظف اكتر وإرريقاشن اكتر وكل ما يكون احسن من شروط ان الكنال asymptomatic يعني ما فيهاش اي ما فيهاش bad odor ما فيهاش بص ما فيه dry completely dry حلو الكلاب من الفروق التانية ما بين vital و non vital anti-biotic coverage والموضوع هذا مهم هلبة لو كانت السنة vital نظر انك انت تعطي انت بيوتك علاش تعطي فيه هي اصلا استيرائي الكنال هي اصلا just inflammation بتحول البلب وانتهي الموضوع وتسكر لكن لو كانت non vital الموضوع هذا يببي assessment هل في infection انتشرت شوية ومشيت beyond the apex ودرت لك شوية مشاء اذا غالبا non vital محتاج antibiotic coverage وانت تشتغل ضرورة توصف معاك antibiotic الفرق اللي بعد الانترا canal medication احنا نعرف انه احيانا نحط ما بين الجلسات نحط في من اشهر الانترا canal medication اللي هو الميتابيكس ولا نن سيتن كالسيوم هيدروكسايد فنحط في as palliative antiseptic حاجة حاجة كويسة لو كانت السنة vital مفيش داعي له الكلام لكن لو كانت السنة non vital ممكن انك انك تحط ولكن اخر قايد لين قال ان الانترا canal medication not necessary ما عش يحبوا انهم يحطوا ولو حطوا يحطوا في Corona لبس باش ما يدلك بعد تالي مشاكل لو حطيت ابيكالي احتمال يدلك radio obesity حوالين الابكس ومعاش تعرف الworking لانت متاعك وانت تحول فيه نجو لأخر حاجة فرق ما بين vital و non vital هو الانستيزيا لو السنة اصلا كانت non vital انت مش محتاج كجلسات اولى انك انت تدير انستيزيا لان هي اصلا ما فيهاش اي بلب فلذلك vital محتاج انستيزيا وال non vital مش محتاج انستيزيا جميل فهذا اهم criteria في treatment plan ضروا يتفرق بينهم كويس دكتور لان كل واحدة تفرق على التانية تماما واختار الكريتيريا الصحيحة اللي مناسبة للحالة متاعك باش تطلع برزلط انت راضي عليه وما ننسوش ان المواضيع هذي كونترا بيرجل ما بين ال في ناس يقولك لا اوصف اعطيتك الريكمونديشن اللي جايب اللي جايب منه وتقدر تبحث في الامور هذي بيراحتك نجو بعد التالي دكاترتنا للموضوع التاني اللي هو pain control موضوع مهم هلبة وقنين كيف تقدر تسيطر على الالم ما قبل العلاج واثناء العلاج وما بعد العلاج ببساطة جدا ما قبل العلاج دكتور باش تسيطر انت على الالم حالات الأكيوت بالبايتس ركز فهي حالات الأكيوت بالبايتس عندهم ديما severe sharp pain مهما قعد تتعطي في انستيزيا وانت بتشتغل مش هيفلق معاك البنج وحتلق روحك احيانا دسمس للمريض وتقول له روح لانك معاش قدرت شن تدير له فهنا نعطيك تغير بفور بروسيجور تقدر تدير به pain control ومجرد ما بتبدأ تشتغل تلقى الانستيزيا افكتف معاك شن تدير تعطي دكتور ابوبروفين ابوبروفين 600 ميلي جرام قبل البروسيجور بساعة نعرف ان الابوبروفين هو نانستيرويد انتي انفلامي روغ هو أصلا مليه افكت كبير ولكن مجرد ما تحطي الانستيزيا حتلقى الانستيزيا افكتف لانك انت عاطي قبلها نوع من الانالجيزيا فحتلقى الامور احسن معك فهذا بفور شن تعطي تعطي ابوبروفين 600 ميلي جرام قبل التريتمين بساعة لان الاكيوت بالبيتس دكتور ألم عنيف مستعيل تقدر تسيطر عليه ولو بالانستيزيا تمام نجو ديورينك حط في بالك حاجة دكتور وانت بتشتغل مدام جايك بشارب بين اكيوت بالبيتس لالألم العنيف هداك ابدأ علي طول بتو كربولز الكربول الوحدة مش راح ادير شي علي طول ابدأ بتو كربولز وهذا برضو من الريكمون ديشن اللي يقول علا حلو بهي ديورينك كيف نقدر ندير حاجة تانية دكتور في عدة حاجات تقدر تسيطر بالباع على الألم ديورينك بروسيجيوم اولهم انك انت تبدأ بيتو كربول خلي بس نتطرق لحاجة صغيرة نحن نعرف ان لو عطيت بلوك رك هتستنى عشرة دقائق ربع ساعة لان يبدأ الإفكت متاعها بينما لو عطيت انفلتريشن رك هتستنى تستنى 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 لان الإفكت متاعها يبدأ الانصت تستنى 30 seconds الانفكت يقعد ساعتين ثلاثة بينما الانفلتريشن يقعد ساعة لربع فلو عطي انفلتريشن وطولت الجلسة بعد ساعة لربع اعطي انفلتريشن ثاني ما تنساش متخليش البايشن وذن بين تعال معي لديورن قلتلك دكتور اول حاجة لو تب تدير مانجمينت للبين هذا وتدير بين كونترول اول حاجة تديرها اعطي تو كربول وطيف شن ما كانت انفلتريشن ولا بلوك اعطي تو كربول باش ما تقعدش تستنى وتلقى ان الانستيزيا ناط افكت اعطيت تو كربول وابعد تلقى تشتغل دكتور وقلت ان مازال في الم للأسف وهذه هل تواجه فينا المشكلة هذه نلقو ان مازال في الم والألم مختفاش في الموضوع هذا دكتور وتمشي لحاجة تسمى سبلي منتال انستيزيا انستيزيا مساعدة او حاجات مساعدة باش تقدر تكمل باقي من ضمنها الحاجات هذه واكثر حاجة محبوبة جدا عند دكاتروت علاج العصب اللي هي الانستيزيا تعطي انستيزيا في البي دي ال من شروط الانستيزيا هذه دكتور ان تكون في الزوايا الاربع ميزيوبكال ديستوبكال ميزيولينجول ديستولينجول اعطي في الزوايا هذه وان بالضبط في الانتراميديلري سبيس يعني في البي دي ال ما بين الالب لربون وما بين التوث من شروط الانستيزيا هذه ضروري اجينست بريشر ضروري وانت تعطي فاهرة وفي بريشر قدامك يقاوم فيك اتني نيدل شوية واعطي في الكورنر هذه في الاربع زوايا اجينست بريشر لو مفيش بريشر اعرف انك انت مش عاطي في المكان الصحيح تمام من عيوب التكنيك هذا دكتور ان عندها بوست أوبرتف بين غريب ولكن عادي ما يهمني المهم انا نكمل التريتمنت متاعي تو صحيح قداش نعطي بظبط فيو دروبس في كل كورنر فيو دروبس جاست لو اعطيت انتراليجامن دكتور وقاعد مش افكتف ما مدار ليش اي نتيجة طبعا هذا انتراليجامن تخش في البيدي ال بالضبط وتعطي في الوقت الحالي بيدي ال انجكتنج قن في قن خاص لانا هي بريشر تبب شوية ضغط ممكن تلقاه في العيادة وممكن ما تلقاش لو انك ملقيتاش عادي جدا تقدر تعطيها حتى بالندر العادية ولكن اثنها باش تقدر تدير البروشر بها وتضغط لو انك لو انك انت دكتور اعطيت الحاجة هذه وما فيش فايدة في حاجة تانية ممكن نعطيها انترال بلبل اللي هو تحصل الدروب في البول بشامبر مجرد ما تحصل الدروب هذا تحط فيه الانستيزيا وتعطيها نفس الكلام سيتخدر البيشن تماما ولكن هاي هات انك انت توصل وتدير الدروب احيانا لو انك انت موصل ودرت الدروب وفي نفس الوقت تعطيت وما فيش فايدة فيه دكتور حاجة تانية نعطيها فيه فيه تريك كنين هلبة اللي هي تاخد كربولة أرتي كاين وتعطيها انفلتريشن حتى لو كنت عطي بلوك لللاور سيكس واللاور سيفن تعال اعطي انفلتريشن بأرتي كاين تركيزها 4% الانفلتريشن هذا شن راح يدير حيقوي الاكشن متاع لبلوك فحتلقى البايشن يعني ريليف ملبين حتلقاه خلاص كويس وذين منتس الطريقة الاولى ديورين انترا ليجامنت انفلتريشن بأي دكتور لور سيفن مش فيه كورتي كالبليت ومش فيه بوكال شلف اريا اه دكتور اعطي انفلتريشن وحيقوي الافكت متاع النيرف بلوك بشين الانفلتريشن بأرتي كايين لانا نعرف ان الانستيزيا عادية ليدو كايين تركيزها 2% بينما هذه ارتي كايين تركيزها 4% ابحث عليها حتلقاها افكتف معك اخر حل لو انك انت عطيت هذو كلهم صبلي منتال انستيزيا وما لقيتش طريقة تخذر بها المريض اخر حل حاجة تسمى انترا اوشيس انستيزيا الانترا اوشيس هذي انك انت تفتح انسجن صغيرون جدا الانسجن هذا يندار دير فيه دريل صغير الدريل هذا تنعطى في انستيزيا داخل العظم خلال تواني قاتل انستيزيا لكن ضروري قبلها اكيد اعطي انفلتريشن باش تقدر تدير هالتكنيك ههو طبعا التكنيك هذا ضروري ينعطى في كل الاسنان ركز معي فهي في كل الاسنان مفروض ينعطى ديستل الا للأبر سيفن واللور سيفن ينعطى ميزيال اللي هو الانترا اوشيوز انستيزيا نجو بعد تاني لموضوع البوست أوبرتف بين دكتور الموضوع البوست أوبرتف بين هل في ألم بعد علاج العصب وهل ديما الألم هذا وهل الألم هذا نقدر نتحكم فيه وهل هو مخيف ولا مش مخيف البوست أوبرتف بين دكتور موضوع طبيعي جدا مفروض انت تسبق للمريض وتقول لا قبل ما هو يشعر به تقول لا راهو انت حاليا جيتني بسنة نكروتيك ما فيهاش ألم مجرد ما بترجع للحوش رك هتحس بألم حيستمر يوم يومين ثلاثة وحيختفي تبي تاخذ أنا الجزك احتياطا خود معاك ما تبيش الأمر طبيعي وراهو ما تخافش منه وحيختفي بروحه أمتى الألم هذا يصير يصير بعد الانسترومنتيشن يصير بعد الابتوريشن فهو طبيعي جدا قداش يستمر حوالي ثلاثة أيام ممكن يستمر لأسبوع لكن ما يفوتش في الأسبوع عادة اللي نبي نبهك عليه انك انت توصي المريض وتحكيل عليه حتقول لها حتحس بالسنة عالية شوية مجرد ما تضغط عليها في والموضوع طبيعي لو جاك الجلسة التانية تعود لنفس الكلام راه وعندك حتى اليوم بتحس لمدة ثلاثة أيام وهكذا لأن نكمل علاج العصب متاعي كيف نتحكم فيه بالانالجزيك ف يعني ما تخافش جدا وخلي الموضوع طبيعي راه ما فيش ولا حاجة حتأثر وهذا موضوع طبيعي جدا نجو دكتور تولي موضوع هلبة الشيق اللي هو الصوديوم هايبوكلورايد أكسدنت الصوديوم هايبوكلورايد أكسدنت دكتور والفليرب شن الفرق ما بين بعض الزوز سويلينج تمام الزوز هذا فليرب وهذا صوديوم هايبوكلورايد أكسدنت الزوز فيهم براوزنس هيكي في التشيك أحيانا وتلقى انفاخ في العين وتلقى عادي ولكن شن الفرق لو صار لك السويلينج هذا وانت تشتغل أثناء الشغل هذا يتسمى صوديوم هايبوكلورايد أكسدنت هذا نتيجة الصوديوم هايبوكلورايد صار لها طلعت بيون ذا ايبكس ودارتلي إيريتاش البري أبي كالتيش هو الاميون رسبونس فسببلي السويلينج هذا أثناء البروسيجر لو ان المريض روح للحوش وصار وأسباب الفلايروب مش بالشرط يكون صوديوم هايبوكلورايد ممكن يكون إيريتاشن لات إيريتاشن بالصوديوم هايبوكلورايد وممكن يكون أوفر وممكن يكون بكتيريا نزلت شوية بيون ذا إيبكس وممكن عدة حاجات يدلي الفلايروب أنا نبي كيف ندير مانجمنت لكل واحدة منهم لو جتني الصوديوم هايبوكلورايد أكسيدنت ونيعت تشير دكتور أول مانجمنت الديرة ريأشور أوف يورسيلف مش للمريضة لنفسك ريأشور أوف يورسيلف لأن الموضوع طبيعي جدا وحيختفي تاني حاجة ريأشور أوف يور بيشين طمن مريضك تالت حاجة ألحق الصوديوم هايبوكلورايد بسيرنج فه صلاين ولا فه دستل ووتر بحيث إنك إنت تخفف من تركيزها شوية ولكن للأسف السويلينج هذا مش رح يختفي حياغ ديامات ثلاثة أيام وبإذن الله يختفي فشين ندير ريأشور أوف يور بيشين ألحق الصوديوم هذا بنورمال صلاين ولا بديستل دووتر بالإضافة إنك إنت تقدر توصف أي حاجة أنتي انفلاماتوري نون ستيرويد أنتي انفلاماتوري حاجة تخفف الألم وتخفف الإنفلاميشن لأن اللي صار دكتور جاست إنفلاميشن رد بالك رد بالك توصف أنتيبيوتك الموضوع ما ليش علاقة نهائي بالأنتيبيوتك ولا كان أصلا البكتيريا لها سبب في الصوديوم هايبوكلوريد أكسيد كيف نجنب تتوي تناول أكيد دكتور محمد قريش تجنب بتكنيك معين في بعدة حاجات ولكن لو صار لك طمن مريضك وما فيش أي حاجة في ناس توصف في استيرويد نحن نعرف أن استيرويد تنقص في الإنفلاميشن لأن تنقص في الإميون رسبونس ولكن الأمريكان أسوشييشن أوف اندودونتس حضرة الموضوع هذا لأن نعرف أن استيرويد يدير لي عدة مشاكل من ضمنها أدرينا الإنصافيشنسي أاتروفي في الأدرينا ومشاكل هرمونات وهكذا فديما بعد على استيرويد بتوصف أوصف نانستيرويد الانتي انفلامتري دراج وضح نجو بعد تاني للفلير روح المريض من عندي ما في شيء الأمور زي الفل تكلمني في اليوم قالي دكتور أنا راهو انتفخت وراهو عيني انتفخت وراهو وراهو وجهي أزرق وراهو مش عارف شيني وراهو تحكي إن الموضوع بياخد ثلاثة أيام هيكي هيكي هياخد ثلاثة أيام شين تقدر تعطي تقدر تعطي مسكينات وانتي انفلاماتوري شين سببه مش معروف ممكن يكون صادي ممكن يكون بكتيريا ممكن يكون ثلاثة أيام بالتمام والكمال وبإذن الله كومبلي تريميشن وهذا الفلير اب